اشتركوا في القناة اتقي النقي الخفي صاحب النية العظيم الكريم متى ما اخلصها وكان صادقا فيها اذا ومضة عن اجر الشهادة لمن لم يقاتل في سبيل الله ولمن لم يرفع سيفا او يمسك سلاحا لمن لم يرفع سيفا او يمسك بسلاح وقد حصل على اجر الشهيد كيف لا وقد مات على فراشه كيف لا وفضل الله واسع عظيم سبحانه وبحمده اذا هو شهيد وقد مات على فراشه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة الافاضل ايتها الاخوات الفضليات اخرج مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصب وهذا الحديث اخرجه اهل السنن بألفاظ مختلفة وببعض الزيادات وببعض التغيير في بعض الالفاظ ومن ذلك من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ومتن اخر يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه المتن الاول بصدق وهنا صادقا من قلبه الاخلاص والاخلاص عزيز وفي رواية اخرى يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة مخلصا اعطاه اجر شهيد وان مات على فراشه اذا وان مات على فراشه في هذه اروايات الثلاث وفي رواية مسلم ولو لم تصب يعني ان لم يكن في ميدان الشهادة ميدان المعركة ميدان الجهاد الشرعي الجهاد الحقيقي تحت راية الاسلام وتحت راية ولي الامر المسلم الذي يأمر بذلك هذا الحديث العظيم الذي اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه اهل السنن وصحاحه الالباني في السلسلة الصحيحة على شرط الشيخين وغيرهما من اهل العلم والفضل من اهل الحديث النبوي الشريف هذا الحديث العظيم يبين لهذه الامة المرحومة التي منى الله تعالى عليها باعمال يسيرة واجور عظيمة باعمال يسيرة واجور عظيمة ومنى الله سبحانه وتعالى عليها بأمر مهم جدا ألا وهو الإخلاص في النية متى ما تواجد هذا الإخلاص للعبد فنيته خير من عمله ويقول أهل العلم إن نية الخير والإخلاص تنزل الإنسان منازل عالية وإن لم يبلغها عمله أو وإن لم يبلغها بعمله إذن النية الخالصة لله عز وجل تنزل صاحبها منازل عالية وإن لم يبلغها بعمله كيف لا وفي هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين أن من طلب الشهادة أي سألها من الله عز وجل ودع الله تعالى أن ينالها صادقا مخلصا والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم الصدق من الكذب ويعلم صدق النية من غير ذلك ومن عكس ذلك من سأل الله تعالى الشهادة ينالها وهذه الفضيلة العظيمة لا تكون إلا لمن طلبها بصدق وإخلاص والإخلاص عزيز ندعو الله أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال كيف لا وكأنه قال تمناها من قلبه من غير أن يذكر ذلك لأحد هنا عمل خفي لعبد خفي تقي نقي يدعو الله عز وجل الشهادة يدعو الله عز وجل أن ينال الشهادة في سبيله سبحانه وبحمده ولا يخفى عليكم أن هذا فضل عظيم من الله عز وجل بلغنا إياه حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالجهاد يكون في وقت دون وقت وقد يحتاج المسلم إلى أن يصل إلى أعلى درجات العمل لهذا الدين العظيم ومنها الجهاد في سبيل الله وهو غير متوفر في وقت معين فالأمة منصورة بالسيف والسنان ومنصورة بالحجة والبيان والبرهان النصر بالحجة والبيان والبرهان في كل وقت وفي كل حين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أما نصر السيف والسنان يكون في وقت دون وقت والمسلم يتوق إلى ذلك ويدعو الله أن يوني له ذلك بعد جهاد شرعي تحت راية ولي الأمر المسلم فإن لم يكن ذلك متوفرا لهذا العبد في زمانه فالله عز وجل قد بلغنا خيرا عظيما على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة العظيمة أن من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب أي لو لم تصبه واقعا في ميدان المعركة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فذلك فضل عظيم من الله عز وجل أن ينيل عبده أجر الشهيد وهو قد مات على فراشه إذن هو شهيد وإن مات على فراشه متى ما دعا الله عز وجل خالصا مخلصا أن ينال الشهادة أن يعطيه الله الشهادة أن يحصل على الشهادة وقد لا يمكن من ذلك في الواقع وقد لا يحصل له ذلك على أرض الواقع ولكنه أخلص النية وتعلمون كما لا يخفى عليكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات إنما الأعمال بالنيات الحديث إنما الأعمال بالنيات وقلت وأعيد إن نية الخير والإخلاص تنزل العبد منازل عالية وإن لم يبلغها بعمله إذن هو تمنى الشهادة ورجى الله عز وجل أن يرزقه الشهادة بإخلاص وأؤكد على ذلك والله يعلم هذا الإخلاص من هذا العبد فلا يعلم صدق ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فهو قد تمنى الشهادة وكان صادقا في نيته وفي أمنيته وفي ما يرجوه من ربه سبحانه وبحمده فمن فعل ذلك أعطاه الله أجر الشهداء وإن لم يصبها أي لم يصبها في الحقيقة على أرض الواقع في ميدان الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي الحديث العظيم الذي بين أيدينا الحث على عمل الخير عموما وعلى أهمية النية خصوصا وعلى سؤال الشهادة تحديدا وتخصيصا لما لها من أجر عظيم وثواب جليل بينته السنة وبينه قبلها القرآن الكريم العظيم كلام الله رب العالمين وفيه أيضا أن من نوى خيرا وحالا بينه وبين فعله حائل فإنه يكتب له أجره وهذا مضمون وهذا مضمون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه لأنه صدق الله عز وجل فصدق معه الله سبحانه وبحمده والله عز وجل يحب الصادقين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المخلصين وعلينا أن نخلص لله عز وجل في كل أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وأن نغتنم هذه الفرصة العظيمة بأن نرجو الشهادة في سبيل الله عز وجل وندعو الله أن يرزقنا إياها مخلصين له سبحانه وبحمده إن فعلنا ذلك نلنا أجر الشهيد وإن كان موتنا على فراشنا وإن كان موتنا على فراشنا نلنا أجراء الشهيد أدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاتباع وحسن التوبة والأوبة وحسن التوبة والأوبة وحسن التوبة والأوبة وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين